ده بيخليني مبكراً كده أقولك شاهدتك على الدكتور مرسي هل بالفعل كان هو الوجه اللي يصلح لحكم مصر حتى لو الإخوان عايزينه يعني إمكانياته ومواهب وقصفية خلاف حول شخصية هذا الروح كان البعض يرى أنه إمكانياته قليلة البعض يصل أنه كان بيشتغل في ناسا والبعض روج هذا أنا تعرفت على الدكتور مرسي في لجنة التعليم وأول تعرف بيننا كان أول اجتماع أنا عامله للوزير التعليم في اللجنة وهم دخلوا الإخوان بعد الاجتماع بحوالي عشر دقائق السبعتاشر واحد يتقدمهم الدكتور محمد مرسي فدخلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقوا ما أطعب قلت له أنت داخل متأخر بتستقطع وقت اللجنة في السلام والكلام جاي متأخر ببكسفيت فقال لي أنا متأسف وقعته بس أنا عايز أقول لك التفاعل شكله إيه دكتور محمد مرسي لم يكن أمامي سوى رجل مهزب ويستمع ويرد بمنتهى التهزيب وهو والمجموعة بتاعته هما بيتامروا بأمره لكنه ما هوش قائط لحد سنة 2004 لما طلب مقابلتي كان رئيس لجنة وجيه هو الدكتور الكتاتني ما كانش عاوضه باكدس ساعتها ومعه ما حنته لك مش فاكه وقالولي احنا جايين لك علشان عايزينك تتوسط لنا نقابل جمال مباركة بمعن فقلت له مجيلي ليه قال لي لا يعني بحكم انك انت رجل يا ما يختلفش عليه الناس بنزهتك ومعروف موقفك فانا عايزينك انت قابلنا بجمال مبارك عشان نقوله ان احنا الإخوان هيقفوا وراه لو حبي يبقى رئيس جمهورية او كان ممكن يبقى رئيس جمهورية بشرط انه هو يدينا مساحة سياسية اكبر من اللي احنا فيه هم يتحدثون عن صفقة ايه يتحدثون عن صفقة اه طبعا وعايزينك تبقى لعرب بتاعي فقلت له يا دكتور محمد الاستاذ جمال اصدت بقى ان انا اتكلم رسمي ما هوش صديقي استاذ جمال زميني في العمل الحزبي هم يعني انا معايش في تليفوني نمرته على الموبايل هم وانا بشتغلش وسطى لاي حد وهقولك دي جايالي منين عايزت قابله اطلب بكتابه قابله لكن انا منش وسيط يا دكتور حسيم ده اللي صالح البلد قلت له لا مش لصالح البلد انا منش وسيط وماليش دعوة بالكلام ده عايزت قابله وتصرفوا انتوا الوحدي فانا عرفتوا بعد كده ان هم يعني عارفوا وتصرفوا عارفوا ازاي ما عرفش لكن انا قابليها بزمن اوما دخلت السياسة وكان حماية اللي واق حسن ابو باشا وكانت وانا وزيرا للداخل وزيرا قويا للداخلية ستسنين وسياسيا من الدرجة الاولى وانا دخلت بقى السياسة والبرلمان وكلام ده قابليها قال لي بقى جابني وقعدني قدامه كده قال لي بص يا حسيم انا شايف فيك سياسي محترب خلي بالك سيقصدك كل الاطياف اوى تبقى وسيط للاخوان المسلمين هو كان معادي تماما ويعلم خطرهم بشدة قال لي يا حساب لو توصدت برة ستصبحوا الضحية لهم وللنزاب الحاكم اه بس هناك بيقولوا فيه ناس افتراءا او اجتراءا يقولوا انت قمت بالوسطة انا مع الاخوان لا يمكن خلص قطعت طيب عندما هتحدث الاخوان عن صوت اشتركوا في القناة